كامولة الشجاعة بينقص بلقيس من الموت تعالوا نشوف اللي حيحصل في الحلقة 61 و 62 من مسلسل حيران وحنشوف ايه اللي ممكن يحصل لبلقيس بعد الحريق حكينا قبل كده وقلنا ان هند من غزها بتقوم بحر المحل بتاع كمال وروايدة وساعتها كانت بلقيس جوه وكانت ناسية باقت ورد وكانت رايحة علشان خاطر تجيبها من جوه المحل وهند طبعا كانت متغازة وطبعا وسام رفض يساعتها وكمان ابوها فقررت ان هي تحرق لهم المحل اللي عليه اسم روايدة لو تفتكروا اللوحة مكتوب عليها اسبق روايدة من غزها لمة الكاراتين وولعت بالبنزيل وكمان بالكابريت والدنيا ولعت في المحل وكانت وقفت تتفرج ومبسوطة وسام لما بيعرف بيحاول ان هو يخبيها في اي مكان وبيلوم عليها اللي عملته ده والسبحة بتاعته بتقع وامه بتاخدها وبتشيلها وبعد كده بتعذبه بينها وبينه لكن بعد كده لما تعرف روايدة انه امها هناك لانها تأخرت جدا وبيتصلوا بيها ومش بترد وساعات بتكتشف ان بلقيس جوه وان فيه حريقة بتكلمهم على طول وبتوقف طبعا كتب الكتاب وبيجروا على طول علشان يشوفوا بلقيس طبعا ما كانش حد قادر يدخل جوه الحريق لكن كمال دخل على طول علشان ينقص حياة بلقيس اخدها وخرجها على طول وبعد كده بتروح على العناية المركزة من المستشفى وانهيار روايدة وسهير وبكاءهم المجتمرة على امهم والحالة بتبقى صعبة جدا لانها هيحصل لها نزيف في الدماغ ونزيف في المخ علشان خاطر واعت واقعة كبيرة جدا وقوية وكمال كدمات وجروح والمفروض ان هي محتاجة عملية والعملية دي طبعا تتكلف فلوس كتير جدا روايدة وكمال مش معاهم الفلوس دي وحنشوف ايه اللي ممكن يحصل بعد كده لروايدة وكمال وازاي حيسيبوا بعض بسبب الموضوع ده بالذات لو عايزين تعرفوا دخلوا على الفيديوهات بتاعتي حتشوفوا كل التسريبات بتاعتي الحلقات اللي جاية الفيديو بيخلص شوفكو على خير باي باي اشتركوا في القناة